السلام عليكم اليوم كالعادة باش نقعد مع اخبار لعبينا الدوليين والحمد لله الاخبار ايجابية خليونا نبدأ بفريق برمينغام اللي اليوم انتصر هدف لسفر خارج الديار والحمد لله انه اليوم انتصر اكيد منيش من عشاق برمينغام لكن هذا يصف في مصلحة حنبال المجلد انتصاروا اليوم في الجولة 43 يعني نحكيوا على 3 جولات متبقين وينتهي موسم تشامبيانشيب يصبح في رصيد برمينغام 53 نقطة على بعد حتيش النقطة على اقرب فريق ليه اللي يلعب على تفادي النزول يعني حتى لو انتصر الفريق اللي يلعب على تفادي النزول فتلازموا قابلات المتبقية وينهزم برمينغام باش يصبح الفرق بيناتهم نقطتين وهكا نجموا قولوا رسميا برمينغام ضمن وجوده وبقاءه في الشامبيانشيب حنبال على غرار 3-4 جولات الفارتة احتياتي نزل تقريبا في دقيقة 79 اما قبل هذا علش اليوم نحكي على عكس المعتاد على انتصار برمينغام وعلى الضمان بقاءه في الشامبيانشيب رغم انه حنبال اللاعب معار برمينغام على سبيل الاعارة يعني يقعد ولا ينزل هذا ما يهمش حنبال لكن يهمه بطريقة اخرى وبطريقة غير مباشرة اليوم النخب الوطني منتصر لوحيشي وقت اللي سئلوه على امكانية تواجد حنبال مع المنتخب التونسي في كأس العالم او مونديال الارجنتين للأواسط قال والله من نجمش نجاوبكم هذا يرجع الفريق برمينغام هو اللي ينجم يسايبه وهو اللي يقول له برمينغام ما عندوش فايدة من تواجد حنبال في المونديال حنبال يمشي للمونديال مباشرة يرجع يلقى روحه في منشستر يونايتد لكن بعد ما ضمن بقاءه في الشامبيانشيب ما هوشي بيش يكون متشدد وصعيب ما حنبال مجمل ليه يلزم يقعد في المجموعة على خطر عندي مقابلات مصيرية اليوم برمينغام ضمن بقاءه في الشامبيانشيب يعني عادي جدا نلقى وبيحول اللي حنبال في كأس العالم اكيد بيش يكون قائد الفريق والاضافة بيش تكون حاصلة يقول القائل علش حنبال امور واضحة منذ بداية الموسم اصبح لعب اساسي اصبح يقدم فيه تمريرات حاسمة اصبح في بعض المقابلات يكون رجل المقابلة امعليش في المقابلات الاخيرة قريب الموسم بش ينتهي حنبال اصبح لعب احتياتي هذا امر رهو عادي جدا مش على خطر مستوى حنبال انزل له بالعقس مستوى حنبال يمشي ويتحسن لابروف شفناه مع المنتخب التونسي كان لعب اساسي مع فريق برمينغام منذ بداية الموسم لكن مع المنتخب مش قاعد يقدم في اضافة مع فريق برمينغام والاضافة حصلت مع المتخب وهذا الدليل انه مستويه تحسن امعليش حنبال اصبح لعب احتياتي مش على خاطر اللعبة في رمضان واللعبة في السيم على سبيل ميثان اليوم اللعبة ثمانية متعليل يعني بعد شقة الفترة وكل عادة حنبال مجبري احتياتي برمينغام ضمننا رسميا بقاءه في تشامبيانشيب لكن قبل المقابلة بتاع اليوم نوعا ما الضامن او ضامن بقاءه في تشامبيانشيب يعني يقول لك شنوة الفايدة انه يقعد معايا حنبال المجبري وقاعد يلعب كاساسي هو الموسم القادم باش يرجع الفريقه منشستر يونيتد يعني في عوذ نهبط حنبال المجبري عادنا نربح لاعب صغير لاعب امكونه باش نحذره للموسم القادم على سبيل مثال الي لعب اليوم مكان حنبال كاساسي لاعب اسمه جوب تقريبا عمره 17 سنة برمينغام من حق هيقول لك كان في عوذ اللعب حنبال عاد اللعب ولدي باش نربحه الموسم القادم وهذا هو السبب الرئيسي انه المجبري المقابلة الاخيرة على دكة الاحتياج ارتقلوا الفريق ويغن بطبيعة في تشامبيانشيب صاحب المرتبة الاخيرة لكن بعد ما انتصر اليوم على فريق ستوك سيتي هدف لي سفر خارج الديار انعش نوعا ما حضوظه للبقاء او في البقاء للشامبيانشيب الموسم الحالي اصبح في رسيده 37 نقط على بعد خمسة نقاط فقط من الفريق المانع الفريق الباقي صحيح مازاله ثلاثة جولات تسعة نقاط المهمة مازالت صعيبة لكن ما هيش مستحيلة بطبيعة ما يهمناش نعاود ويقوله فريق ويغن اللي همنا لعبنا دولي عمر رقيق رقيق اليوم كان اساسي لعب مقابلة كاملة وتحصل على معدل ستة فاصل تسعة من عشر كنا وقلنا يلزم ياخو فرستو من حقه بش ياخو فرستو في المنتخب التونسي لكن صراحة ونعاود نقوله قبل ما ياخو عمر رقيق فرستو في المنتخب التونسي ويبرز الفرصة يلزم ياخو قبلها او ياخوها قبله يام فاليري لعب اونجي الفرنسي في الدرجة الاولى الفرنسية وقاعد يقدم في مستوى عالي قاعد يقدم في مستوى كبير في الدوري الفرنسي صحيح نعاود نقوله عمر رقيق يلزم ياخو الفرصة متاعه اما قبله يلزم ياخوها يام فاليري اختموا بخبار ممتاز اخبار عال العال اخبار اكيد مش يفرح الجماهير التونسية لو نسئلكم نقولكم الفترة الحالية شكون ابرز اللاعب في المنتخب التونسي اكيد بكنا باش نقوله الياس السخيري اللي قاعد يقدم في مستوى كبير في البندسليجل لكن كان نسئلكم نقولكم شكون بعد الياس السخيري قاعد يقدم في مستوى ممتاز في الدوري الاوروبي اكيد الياس العشوري لاعب فيبورك الدرمارك المقابلة الأخيرة اللي لعبهم كأساسي مسجل ستة أهداف ومقدم ثلاثة تمريرات حاسمة وخاصة أنه نحكيه على لعب جناح ماناش نحكيه على رأس حربة أرقام وتعتبر أرقام إيجابية أخبار الإيجابية تقول أنه أكبر أندية الدوري الدنماركي نحكيه على فريق برونبي فريق لعبنا أنيس بن سليمان وفريق كيف كيف كوبينهاجن دخلوا على الخط من أجل خدمات إلياس العشوري على حسب صحيفة الدنماركية تقول أنه لو فريق وفيبورج الموسم القادم باش يشارك في مسابقة ربيطة الأبطال الأوروبية أو أوروباليك ما هيش باش تسلم في خدمات اللاعب متاحها لكن لو متشاركش باش تسيب اللاعب ممكن الكوبينهاجن ممكن كيف ما قلنا الفريق برونبي لكن بعض الأخبار كيف كيف على حسب الصحيفة تقول أنه ثم أندية خارج الدنماركي أندية الدوريات الخامسة الكبرى كيف كيف ترغب في الظفار بخدمات إلياس العشوري شوف باش نكونوا واضحين باش ما ننفخوش لملاعبية متاعنا برشا وفي نفس الوقت منقزموهمش اللي قاعد يقدم فيه إلياس العشوري حاليا حاجة خارقة للعادة حاجة من وراء الخيال لكن رانا نحكيه على نصف موسم لأكثر لأقل اللاعب يلزم وزيد يوبرز أكثر يلزم نحكيه على موسم واثنين باش نقولوا الملاعبي هذا يستحق فريق محترم في أحد الدوريات الخامسة الكبرى لذا رأيو الله أعلم لو الموسم القادم يقعد مع فريقه فيبورك فريقه قاعد يتأقلم معاه قاعد يتحسن معاه يكتسب خبرة أكثر وبعد لا ينتقل للكوبنهاجن ولا ينتقل لفريق برونبي مباشرة ينتقل لأحد الدوريات الخامسة الكبرى نجح مع فريقه في موسم مباشرة خذاء أفضل أو من بين الأفضل الآن في الدوري السويسي وهنا نحكيه على فريق بازل يعني نحكيه على اللاعب مزال متمكنش من ليه حيال قروحه في فريق كبير ممكن متأقلمش لكن اللي متأكتين منه بنجحش رجع على سبيل الإعارة عفوا الفريقه اللي يخرج منه من الأولو لحد الآن مع فريقه مزال مرة أخرى متأقلمش من حبوش هذا يصير مع الياس العشوري بحول الله يقدم موسم آخر موسم محترم وبعد نوليه ونحكيه على فريق بأحد الدوريات الخامسة الكبرى حلقتنا اليوم وفات من نجمه كان نقوله حظ موفق للياس العشوري حظ موفق السيفالة بلطيف حظ موفق الحنباعل المجبري وعمر ارقيق حلقتنا اليوم وفات حظ موفق للمنتخب التونسي اللعبين الدوليين اللي ينشتوا في الدوريات الأوروبية وكيف كيف اللي ينشتوا في الدوري التونسي في الختام كالعادة الباياري المتبقى كمش يقولكم تحية تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام